اكتصاديا كشف مدير ادارة تعويضات العاملين بوزارة المالية زهري موسى حسن عن صرف فروقات زيادة الاجور لشهر ابريل ومنحة عيد الفطر المبارك مرتب شهر مايو المعدل وتوقع ازهري ان يصدر بل يصدر ديوان شؤون الخدمة منشورا يوضح فيه تنفيذ الهيكل الراتبي الجديد وتسكين العاملين عليه خلال اليومين المقبلين واحتساب الفروقات من اول شهر ابريل ومنحة عيد الفطر المبارك على ان تصرف مع مرتب مايو المعدل وقال ازهري في لقاء اذاعي ان هذه الزيادة في الاجور نوعية ومقدرة وذلك تطبيقا لقرار مجلس الوزراء رقم 143 للعام 2020 بتنفيذ هيكل الاجور الموحد لكافة العاملين بالخدمة المدنية دون استثناء اصدر وزير الصحة في السودان اكرم علي التوم قرارا قضى بالغاء تسعيلة الادوية الجديدة المصنعة محليا التي اصدرها المجلس القومي للادوية والسموم خلال ابريل 2020 في كافة انحاء السودان الى حين اشعار اخر وقال الوزير في القرار ان الالغاء يأتي بناء على الزيادة غير المقبولة في اسعار الدواء التي اقرها المجلس القومي للادوية والسموم خلال اسابع الماضية وقال ان الزيادة ترهق المواطن السوداني الذي يرزح تحت ضغوط اقتصادية وحال الطوارئ وبائية قاهرة اكد مدير محطة توليد كهرباء مدينة كاذبلي بشير محمد عبدالله ان الفترة المقبلة ستشهد استقرارا في الامداد الكهربائي وقال بشير محمد عبدالله عقب اجتماعه مع والي جنوب كردفار رشاد عبد الحميد انه اطلع الوالي على موقف الوضع العام للامداد الكهربائي ذلك بعد خروج بعض المولدات من المحطة التركية عن الخدمة معلنا عن البدء في الصيانة لعمليات التشغيل المتوقفة قريبا مشيرا الى تحرك فريق الصيانة من مدينة الفاشر والمتوقع وصوله خلال اليومين القادمين واضاف بشير ان عمليات القطعات المتكررة تعود الى الزيادة والتوسع في الطلب داخل مدينة كاذبلي مبينا ان حاجة المدينة تقدر باربع ميجاوات والمتاح اقل من اثنين ميجاوات مطمئنا المواطنين بمدينة كاذبلي باستقرار التيار الكهربائي قريبا